اهلا وسهلا بكم احبائي في برنامجنا المتواضع المسيح في انجيل يحنى بنشوف في الصفحات انجيل يحنى من هو المسيح حويته وارسليته وعظمة لعهوته وقوة تحريره وصلنا في تأملتنا لأصحاح أربعة من انجيل البشير يحنى في الجزء الأخير من الأصحاح في حدثة شهيرة فيها الرب يسوع أقام ابن خادم الملك من مرضه بطريقة معجزية وهنشوف بعض الأفكار واللمحات اللي ممكن نطلع بيها من الحدثة الشهيرة دي باسم يسوع فأحبائي في الجزء الأخير من أصحاح أربعة اللي احنا بصدده اللي فيه بعد لقاء المسيح الرائع مع المرأة السامرية حصل تغيير جزري في حياتها وفوري وشوفنا قدي رجعت لبلدها والناس كتير جملة المسيح بسبب اختبارها وشاهدتها وبسرعة حبت الستة المسكينة دي أنها تشارك أهل بلدها باختبار رائع حصل في حياتها وبالأخبار السارة اللي اكتشفتها في أنه المسيح اللي بيستنوه طول عمرهم بقالهم سنين 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 قالت لهم أنه قال لي كل ما فعلت ما استحتش ما تكسفتش أنها تقول لهم أنه كل مضي المشيين هو قال لي عنه وأنا أفصحت عنه كمان في الآخر والرب عفى عنه وسطروا شيء الملفت أنه برغم سمعتها اللي ما كانتش حلوة أبدا بتشوف أن الناس قبلوا دعوتها وخرجوا للقاء يسوع وخلينا هنا نفتكر أنه ربما في ماضينا كان في حاجات كتير مخجلة بنحاول نخفيها دايما لكن خلينا نتأكد المسيح اللي هي المجد يقدر يستر ويغير ويشفي إلى التمام إلى التمام ويقدس الحياة بجملتها ويجعلنا فعلا خليقة جديدة في المسيح يسوع زي ما بقول الكتاب في كورنطس التانية 5-17 وعلى فكرة لما الناس بيشوفوا التغيير اللي طرق على حياتنا ويتأكدوا أنه بالفعل التغيير حقيقي وجوهري فده بيزيد من فضولهم وبيلفت نظرهم أكتر إلى مصدر التغيير هذا التغيير وهنا بتكون فرصتنا الزهبية لتعرفهم بالمسيح المخلص الشافي وقوته المغيرة اللي غيرتنا تقدر تغييرهم هي كمان في القصة الأخيرة دي اللي قدام عينينا في آخر صحاح 14 آخر صحاح 4 أسف اللي فيها جه خادم الملك عشان يطلب شفاء لابنه المريض حاجة مهمة وهي أن حياة وخدمة المسيح أثرت مش بس على اليهود لكن كمان على الأمم زي ما شفنا هو وكان عند الراجل ده إيمان قوي بقدرة الرب على الشفاء والراجل ده مش بس آمن لكنه أطاع أطاع أمر الرب لما قال له اذهب ابنك حي أطاع ومشي وراح على بيته في الحال وهنا بنشوف أن الإيمان بيؤدي إلى طاعة والطاعة بتأدي للبركة نوال الموعيد أحبائي مش كفاية أننا نؤمن بقدرة الرب على حل ما شاكلنا لكن لازم نبتدي نتصرف على أساس أنه بيقدر يقدر الرب قادر يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر ونقرن الأقوال بالأفعال ومهم كمان أننا نصدق أنه صالح وأنه رحيم وأنه حنان وأنه بيعرف يختار الوقت والطريقة اللي يتعامل بها مع احتياجاتنا الدرس ده مهم جدا جدا يا حبائي لازم نثق في قدرته وكمان في صلاحه وفي حكمته الكاملة المطلقة ونقول مع الرسول يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه على الفحص وطرق الاستقصار في رمي 11 طبعا آخر حاجة أختم بيها هي أنه مع أن ابن خادم الملك كان على بعد ما نعرفش قد إيه لكن ما كانش قدامه أو جنبه يمكن حوالي يمكن 30 كم البعض بيقول لكن بيشوف أنه اتشفى بكلمة واحدة من الرب يسوع عن بعد أيها أحبائي بكلمة من فام المسيح يخرج الشفاء ده مكتوب عنه أحبائي اللي قال فكان أمر فصار يدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة المسافات عمرها ما كانت مشكلة للرب أبدا لأن ليه السلطان على المكان وعلى الزمان كلمته تعبر المحيطات كلمته تصلنا من السماء حيث نحن لا يمكن لا يمكن أن تباعد المسافة بيننا وبين الرب أبدا مش ممكن أي حاجة تحجب وجه الرب عننا قدرته قدرته السرمضية لا المسافة تفصل بيننا ولا الزمان ولا المكان صلواتنا بتوصل عنده توصل أذنيه مهما كانت المعوقات في السكة اللي احنا شايفينها الروح القدس اللي ساكن فينا أحباء بيشفع فينا بأنات وكمان بيوصل كل ما بداخلنا وما على ألسنتنا إلى عرش الله يا لامتياز هذا المقام السامي أحباء أنه يكون عندنا أكسس قبول عند الآب صلواتنا توصل وتتخطى كل الحواجز الزمنية والمكانية ونوصل قدام عرش جلاله ونتقدم بثقة دايما نفرح به ويفرح بينا وحلقتنا تكون حلوة معه مقدسين دايما بروح القدوس ما أعظم رب يسوع صاحب القلب الحنان والدراع الرفيعة له كل المجد للأبد أمين